شاهد أم متهم لا أحد يفقه حقيقة استدعاء الوزير السابق أحمد أويحيا ووزير المالية محمد لوكال حتى المحامون بدأ الخلاف بينهم واضحا فمنهم من يرى بأن استدعاءهم لمحكمة عبار رمضان أمرا عاديا هذه القضايا نحن لا نعلم خباياها جيدا لأنه فيها سرية تحقيق ومنهم من يرى بأن هذا الإجراء مخالفا للمادة 177 من الدستور إذا تمت محاكمته أحمد أويحيا على جنحة أثناء تأدية مهامه باعتبار أنه كان وزيرا أولا ينظر في ملفه كحالة خاصة ووزير المالية باعتباره إطارا ساميا وزير الأول وطبقا لأحكام الدستور المادة 177 فلا يجوز محاكمته بأي شكل من الأشكال إلا في إطار محكمة عليا مختصة بمحاكمة الوزير الأول أو رئيس الجمهورية على الخيانة العظمى وهذه المحكمة لم تؤسس بعد بالتالي فمحاكمة الوزير الأول عن الجنح والجناية التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه لا يمكن أن تحدث الآن خاصة وأن هذه المحكمة غير موجودة وزير المالي لوكال سماعه أمام محكمة السيد محمد لا يمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال ويشبه عيبا إجرائيا متكاملا تواعد الفريق قايد صالح بمحاسبة العصابة تلتها مثل هذه الإجراءات لكن لم ترقى إلى رغبة الشارع هذه الإجراءات التي اتخذت في مكافحة الفساد في الفترة الأخيرة جاءت بناء على خطابات لقيادة الأركان قضاء لا يجب أن ينصاع إلى مكالمة هاتفية يجب على القضاء أن يستقل يجب أن يقضى أن يكون عادلا الكثير من التساؤلات تطرح حول هذه الإجراءات فهل محاكمة أو يحيى وبقية العصابة ستكون فعلية أم أن ما تشهده الساحة حاليا مجرد تمثيلية يستل ستارها قريبا